يعني باش خرج هذا الحكم هي فيديرالية طنزانية لم تقف بتاتا مع مدربية لأن لو كان الفيديرالية مدارت حتى تعليق لو كان مدارت حتى تعليق سكتت لأن الفيديرالية ودخل لها غير صحيح أقالوا المدرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 والحباب محبي قناة جمالك تحياتي لكم كما سمعتوا الإخوان هذا الفيديو هذا سيصطمكم صراحة شي حضراء ما عنده بدون مستوى صراحة بدون مستوى كما سمعتوا كي وصفوا فوز القجع بالحاقير وبلا منزيدنا نحرق لكم كل شي خليكم تسمعوا الفيديو هذا وتشوفوا الله سبحانه وتعالى مع محشرنا ومع مجورنا مع هاد النس هادو ما عرفتش شن يخصوه كيدافعوا على المنتخب ديال تنزانيا وعلى المدرد ديال تنزانيا المدرد من أصل جزائري اللي فرضوا عليه هاد العقوبة سمعوا شنك يقولو على فوز القجع وعلى المغرب كامل صراحة غادي يصدمكم سبحان الله واشهد الناس هادو كين ينبحاد الناس هادو هادو في الكورة الأرضية سبحان الله الإخوان قد تسمعوا ومن بعد رجعوا لكم وجوبوهم توم يلا الإخوان تحياتي لكم بقوة مع الفيديو حتى النهاية ورجعوا لكم إن شاء الله قبل ما كنوني لعادل سمح لي سمح لي صغير عزين قبل ما تروح لي ما عليش شراح أنا شوف كمثال نقطة أنا نظن من فضح يعني باش خرج هذه الحكم هي فيديرالية تنزانية لم تقف بتاتا مع مدربيا صح لأن لو كان الفيديرالية مدارت حتى تعليق الحاقر تعليق جا قالوا نعطيك أموال محدد لو كان مدارت حتى تعليق سكتت لأن الفيديرالية كده لها غير صح قبل ما تصدر الحكم قبل ما يصدر هاد القارار لو كان ما داروا حتى تعليق ينتظروا الفيديرالية التنزانية إذا قالت بلي صح هاد الكلام ما حيصرها أي شيء ولكن هي كده بت هاد الكلام باش خرجت هاد العقوبة كده بت هاد الكلام هاد مشكل شوفوا نشوفوا هاد فيديرالية التنزانية أول مرة ما تأهلوا ولا مرة للك أهلهم يعني بعد ما أنا بليش حال منسانة أهلهم يعني أنكم أدوش دوقات حسين أبوخفو المهم هم يا حسين بش تفهمهم هاد الناس هادو ما لنشرف على الشعب وعن الإخوة التي تربطون علاقة الدين والتاريخ معهم فهم ما دار عليا هاد الناس هادو الرداءة الرداءة المخزن هما لي يفرحوا بإخفاقات الجزائر أكثر من إنجازاتهم صدقوني يا خوتي غير هذه الحقيقة يعني حملة بالجملة سدقني حسين الضروة بلغت الضروة في فورة القدر ينت الجزائر ممدودة لجميع إفريقية الحاقير حسين كيفاش يوقفون وهو ما رأهم بإعاس قالوا مباشرة قالوا أقله قالوا أقله قال هلوا مباشرة أقلي ما زل ما تفطل هذا شيء أجلونية طلق الضوء الأخضر لا مش أنت لقى قالوا الحاقير يعني أقيل عادل عمروش وأنا من أدفع شوف لما تشوف أنت لحقوا هذ الناس يعني يحبوا حتى فيدراليات أخرى يتدخلوا ويخلصوا أن هذه الأموال لو لا أموال عائدات المخدرات ما تقدرش أنت بأموال لا حول ولا قوة إلا بالله الألو العظيم الإخوة سمعتوا على هدرا سمعتوا كيفاش كيتكلموا في المغرب وسمعتوا كيفاش كيشوه بال فوزي القجاء وسمعتوا كيفاش كيقولوا بأن أعطاهم الرشوة وسمعتوا الكلام لا لا مستوى له هذ الكلام اللي كيقولوا صراحة وفوزي القجاء وفوزي القجاء وفوزي البلاطو وشوغي على هدرا كيتكلموا كلام زن قاوي كلام ما عندو حتى مستوى حتى مستوى صراحة معدود الكلام هذا اللي كيقوله على فوزي القجع أنا جو أقوم الكبرانات فوزي القجع راه راجل فوزي القجع رد الروح للكورة المغربية فوزي القجع كي يبغي بلاده فوزي القجع كي يخلي الرأي المغربية ديما مرفوعة في كورة القدام وباش بالدليل والعربون في أنه شفته المنتخب المغربي في كاس العالم في كاس العالم في وصل جهواء الرابع وكان يقدر في الاستطاعة ما وفقش الله سبحانه وتعالى كان يكون هو يدي كاس المنتخب الوطني المغربي آه آه وده بالمنتخب الوطني المغربي ماذا نفاك وعاد قولها وماذا نفاك وعاد خرج من الفاديالك الكلمة فوزي القجع سوف أسيدكم فوزي القجع سوف يهزر الرأي المغربية كي يخليها كثرة فرف في السماء فوزي القجع سوف يبغي بلاده ومنتخبه أسلوه ومك يبغيش الدل وش فوزي القجع خرج كي يهضر معاكم شحا قولتو فوزي القجع شحا من هدرا خرجتو على فوزي القجع شحا مرة قولتو كي أعطي الرشوة دابك أتقولوا بأنه شاد الكاف شدوا بالده هو محكم فيهم هو أي ع BLisan اتقولوا أنتوما عندهم بعملوا أنتوما عندهم وسكتونا كيف من نرش الع Reporter انتم ومعهم من تعلمث أي حاجة بعد قلوس في البلاطو والأخير في البلاطو يرجى في القجح فوزي القجع اذا كنته برجع المنتخب المغربي في البداية typed الأول مباراة دياله فاز بثلاثة هل زيروا يا الله عملوا بحال أنتوما شوفوا الجمعية ديالكم شني قد عمل الجمعية ديالكم كتجمع وتخبع أما فوزيق جعرك يخدم وكما شتوده هاد الجزائري عمروش المدرب اللي كان المدرب ديال طنزانيا ووقفوه سبعة ديال المباراة يتم يقدرش يلعب وغارامة مالية اللي غاد يخلص باش نهار أخر ميهدرش في سياده عربوكو والله يلغ عربوكو هادو اللي كينو دوكي يبقوا يهدروا وبالخصوص يهدروا في المغرب ره المغرب رجعت عنده قيمة كبيرة وكما كتشوفو ديالك في الديبار كما رياد المغرب كيتسابقوا عليها في الديبار وتشاكيطة ديال المغرب كيتمنوها في الديبار يلبسوها يلبسو تشاكيطة ديال المغرب آه أشريف آه أشريفة راه المغرب راه تشهر في العالم وكل شي كيهدر على المغرب مشكون هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفوزي القجع هما اللي رجعوا الروح للكورة المغربية وتشهرت في العالم وكل شي ده كي يعرف في الراية المغربية وكل شي ومنسرت لكم شوح الفيديو كاخسنين نسره لكم صيبت التشاكيطة ديال المنتخب ديال المغرب كيتبع في أشهر سوق اللي كين في إسبانيا والتمن ديالها كي يخلع أيها أخوتي أيها فتاخر بأنك مغربي فتاخر وفتاخر بأنك مغربية فتاخر الليلة فتاخر وكامل الشكر الجزيل لهذا المنتخب والقائد ديالهم والد الرقراجي واللي مدعمهم كتار وبزاف هو القائد ديالنا هو جلالة المالك محمد السادس ناصره والله التعليمة ديال جلالة المالك اللي كين فيفدها هو فوزي القجا عاد شلي كين وشوفتوا العربون كان في كاس العالم صافي جمعوا طوي وده باد الكبرانة تادو والله وخات عيضها برو وخات عيض بلبلو ولكن دائما سبحان الله دائما كتقلب تقلب وشجع لكم انتم مخاف احنا كنزيد وغانطلعوا سبحان الله الله سبحانه وتعالى كي وفقنا والمنتخب ديالنا حفظ الله سبحانه وتعالى ومعاه الله سبحانه وتعالى ومعاه الجمهور المغربي كامل وكمشته عامل حالة في الكوديوار اي يا أخوتي كما كتشوفو كما كتشوفو كما شتو ديالك ابناء ديالك كوديوار عاملين تكشيطا والقفطان المغربي ودخلين الكامب وتفرجوا الكورة في القفطان المغربي يا حنيني نوت قاعد على سلمتكم رأى كتزيدوا والله إلا كتزيدوا وغيرتشاروا في المغربي والله إلا غاعدوا فيهنا وقولوا فيهنا واللي عملتو ولكن الله معنا وتحية للأسود وتحية الوليد الرقراجي اعتقديننا كامل في العابة وفي والد الرقراجي وانتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله ياربي غدا تكون عندنا مقابلة يوم الأحد إن شاء الله ياربي وغنتفرجوا وغندعموا المنتخب الوطني المغربي والكورانات اللي بغا يهدر هامنينيقوزا هامنينيقوزا يلا الإخوان بلو منطول عليكم وغير طولت عليكم بزاف تحياتي لكم وجاوبوا هاد الناس هادو اللي كيهدروا هاد الهدرة هادو 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 غير لائقة بشي الإنسان يخرج هملف صراحة تحياتي لكم وما تنسوش الدعم ديلكم والبرتاج ديلكم الإخوان وشي دفعا دفعا إن شاء الله يربي من عندكم باش نستمروا ونجيبوا الجديد إن شاء الله تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته